أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن الساعات الأخيرة في استعدادات الأهلي قبل السفر إلى كماسي لمواجهة مدياما الغاني في الجولة الخامسة جولة فاصلة في مباراة المجموعة الرابعة لدور أبطال إفريقيا يعني عايز أقول مخطئ من يعتقد أن المجموعة حسابتها واضحة والصدارة مضمونة وتأهل الأهلي مؤكد بنسبة كبيرة هو مؤكد ونتمنى أكيد لكن الأمنيات حاجة والواقع حاجة تاني مباراة الأهلي ومدياما الغاني مباراة صعبة جدا أنا أطلق عليها عنق زجاجة في توقيت ومشوار الأهلي في دور أبطال إفريقيا هذا المسلم ليه؟ انت رايح تلعب مدياما الغاني وهو فرصه يعني دي اللقطة الأخيرة يكسب عنده فرص في التأهل خسر خرج من المجموعة أو خرج من البطولة مدياما الغاني أربع نقاط يانج أفريكنز وشباب بلوزداد الاتنين زي بعض خمس نقاط وهيلعبوا بعض في تنزانيا في اليوم التالي لمباراة مدياما والأهلي والأهلي ست نقاط الأهلي بالتأكيد عنده أكتر من فرصة أو أكتر من أوبشن ممكن يلعب عليه التعادل يضمن له الصدارة يكسب يانج أفريكنز في القاهرة يتأهل في الصدارة لكن المكسب هيخلص الموضوع بدري بدري عشان كده أنا بتكلم عليها مباراة صعبة جدا لأن الله قدر الله لو في نتيجة سلبية حسابات المجموعة كلها تتشقلب حسابات المجموعة كلها تتشقلب والمباراة الأخيرة على أرضك مع يانج أفريكنز ما تضمنش شكلها يبقى إيه في الظل أن ممكن يانج أفريكنز يكسب شباب بلوزداد في تنزانيا فوقتها هتلاقي المجموعة كلها نتيجة تشقلبت هتلاقي يانج أفريكنز ده 8 نقط ميدياما بقى 7 نقط الأهل 6 بلوزداد 5 فأنت هتلاقي المجموعة كلها حساباتها مثل غبط آه المباراة الأخيرة على أرضك تكسبها هتضمن بنسبة كبيرة التأهل ولكن مهم جدا ترتيب المجموعة في الظل أنك لو بصيت على المجموعة الثانية فيه فرق بنسبة كبيرة هتكون في المركز الثاني انت لو بتتكلم عن الترجع أو النجم بتتكلم على الوداد ممكن سانداونز يبقى تاني لو مازين بيكسب بيراميدز وعرف يتخطى نتيجة المباراة الأخيرة بينه وبين سانداون فكل الحسابات وردة فمهم جدا وانت بتكسب أو بتتأهل تبص برضو تعمل نظرة على المجموعة المنافسة لك لأن خلاص هتكلم دوري الثمانية دوري الثمانية مطشي الزهاب 33 مش بعيد هتخلص مطشين دوري الأبطال 23 فبراير 1 مارس في نهاية مارس 33 لو طلعت أول هتلعب المباراة الأولى خارج مصر لو طلعت تاني هتلعب المباراة الأولى في القاهرة يوم 33 وده على طول جاي بعد الأجندة الدولية المنتخبنا الوطني على طول بـ 48 ساعة أو 72 ساعة في البداية النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تكليف دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة بحسة فريق النادي الأهلي المتجهة إلى غانا غدا الأربعاء استعدادة لمواجهة فريق ميدياما الغاني الرحلة السابقة كان الأستاذ محمد الجرح عضو مجلس الإدارة ورئيس البحسة وفي الرحلة القادمة في قماسي هيكون دكتور مهند مجدي رئيس بحسة فريق النادي الأهلي بالمناسبة كمان حصل تنصيق ما بين دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس البحسة بإذن الله مع الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي اللي سفروا النهاردة عشان يرتبوا كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بترتيبات السفر والإقامة والتناقلات للأهلي اللي هتكون في مدينة قماسي يمكن الرحلة الخاصة ميزتها في هذه الرحلة تحديداً أنت مش هتنزل على العاصمة مش رايح أكرة أنت طالع على كماسي جنوب غانا فأنت رايح رحلة مباشرة على جنوب غانا عندك مباراة مع ميدياما آه ميدياما مش مع قلو مدينة قماسي ولكن عندهم جماهيرية عندهم حضور جماهيري يتعود على ملعب بطيارو لعب عليه مباراتين في دوري الأبطال فنتمنى إن شاء الله الآهل يكون موفق في هذه المباراة وفي هذه الرحلة كنت نخلق بيوزة بولطة لحضراتكم سبع البعثة وهيبقى فيه ترتيبات للبعثة إن شاء الله لما توصل مساء غد وهيبقى فيه تدريب يوم الخميس تدريب وحيد على ملعب المباراة والمباراة يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة طيب ده جاني